بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاك أستاذ وريدي المعداوي من gfx academy.net ومعدنا مع الشوت الثاني ونبدأ نقسمه ونشوف هنعمل في ايه. الشوت الثاني عاية من الورشة. انا شايف اللي فيه متقسم متقسم ليه جزئين. اول حاجة اول جزء ده هو تقريبا ثانية واحدة وبعد كده اربع ثواني والطيارة بتتحرك بالطريقة دي. خلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما تعلمنا قبل كده هنحاول نعمل الثانية الاوانية دي في ملف الوحد والثانية والاربع ثواني التانين في ملف. لو انا جيت شفت انا مقسمها ازاي هنبصها اللي هي شوت تو مينس ون. هضغط كده على الملف وافتحه. هيكون معي الطيارة مفاش اي انا مش هنالحاجة انا مجهزها عشان نبدأ ننزل عليك الكاميرات ونحرك عليها. هنشيل الاوتوكي دي. انا كنت حيطها. وهنعمل انستيرت تارجت كاميرا. لو انا جيت كده عملت بالبوز. هبصي ايه ممكن. هتحكم بقى واشوف الطيارة من كل بعد. او شوف الكاميرا بتاعتي من كل بعد. هقرب الكاميرا كده. هاكتف الاول عشان هشوف زاوت الرؤية بتاعتي. طلعها فوق. هجيب التارجت كاميرا. وهنخلي التارجت في نص الطيارة. في الجزء ده تقريبا. عشان هقدر منه هتحكم في رؤية تارجت كويس. ونبدأ بقى نشوف. نزبط الكاميرا بتاعتنا تاني. هقرب شوية. وهشوف الشوت ده. بدايته ونهيته فين. طبعا انا اه ثانية واحدة. انا كنت شغال على اه اتاكد برضو من البروجيكت بتاعي. هجيب اللية او الانيميشن. يمكن هي اللية اوية غريبة شوية على الناس كتير. بس كأنيميتور. انا يعني واخد انا اشتعل عليها. باجي من ايدت. بريفرانس. كنت عملتها بالميل هغيرها اليونت سيت اوب بتاعتي بالفيت. بالقدم. اوكي. الارتفاعات هتبقى كويس قوي بالقدم. اه الحاجة التانية اه باجي عند البروجيكت سيتنجز. انا كنا اشغلنا اربعة وعشرين. يعني الفرامات اللي عندي. اربعة وعشرين ثانية واحدة. هنيجي هنا ارجع زيرو. ونيجي هنا هنقول له. اربعة وعشرين معايا كده ثانية واحدة. ونكبر ده. هنيجي عند اول واحد عند زيرو. انا هشيل اي كيف فرامات. بعد ما زبطت الكاميرا كده. بتأكد بقى من البوزيشن الاول هده. عندي بالطريقة دي. حاول دايما تبقى عينيك واخده المقاسات بتاع الطيارة بينها وبين. اه الحواف بتاعة اه تصوير الكولوس بتاع الكاميرا نفسه حاول تخلي. اه الطيارة كده في ابعاد بعينيك. وتحاول تضبط الاعباد دي هنا. اوكي. لو انا لو شايف بطريقة دي انا لازم اقرب الكاميرا شوية. وبين الديل بتاعها. علشان انا هنا. اه اقدر ازبط كده. لازم بتبدأ تتحرك بكل اكسز لوحده. انا يعني معالش اللي عنده. اه فكرة يستحملني شوية عشان الجماعة برضو الشرح يناسب المبتدئين. تحاول تمسك كل اكسز لوحده لحد ما توصل. لاحسن. وضع. لو حركنا التارجت شوية. طبعا عيني هنا. عشان اقدر اشوف اه وضع الطيارة. هخلي التارجت كاميرا في الاول هنا او هتحط مكانه وتبدأ تزبط عليه. تمام? ده حجم الاتنين. وبعدين تبدأ تحرك التارجت كاميرا عادي بس بطريقة كويسة عشان ما يبصش معاك الحركة. خلينا هنا برضو عشان ما نعقدش الدنيا شوية. وخلينا. في النص. شوف هنا. بدأت تزبط على طول. انا هقرب شوية عشان اخلي الدين الحجناح بتاع الطيره مختفي شوية. بس هاجي اللي قربت هبصت هلاقي الدين راح خلص. والخلاص مش مشكلة هي مقاسي الطيارة عندي كده دي امكانياتها. فخلاص انا همشي نفسي على كده. وراح اقيل له انسيرت كي فريم. بعد ما قلت له انسيرت كي فريم. هاجي عند الاربعة عشرين وقل له انسيرت كي فريم. يبقى عندي اتنين فريمين كده بقدر اتحرك بينهم دول ثانية واحدة. المسافة اللي بينهم دول ثانية واحدة. هاجي بقى على اول بوزيشن خلاص خلصناه. تاني بوزيشن هده ازبطه. طب ازبطه ازاي بنفس الطريقة. هشوف البوزيشن التاني. هو تقريبا ثانية ونص او حاجة زي كده. خليني على ثانية. لو انا جيت شفت البوزيشن ده هبصت لقت حس ان الكاميرا معوجة شوية على اليمين. ميلة شوية على اليمين. وورا الطيارة بالزبط وفوق الجناحات اللي وورا. فهاجي كده بالكاميرا بتاعتي. واجي عند عند الفريم الاخير كده. بعد ما اجي عند الفريم الاخير اروح جاي واخد الكاميرا بتاعتي. وروح موديها مين? هناك في الوضع المناسب عشان اقدر زبط بي. باقي كده. بقرب. وبطلع فوق. بعمل انسيرت كيفريم. هشغل الروتيشن. هشغل اوتو كي. وهشغل الروتيشن. اقول له انسيرت. وانا كان مفروض هذا الشغل من الاول عشان تتلمى فيها لفة كاميرا. وهناك اقول له اول واحدة. انسيرت عشان ياخد الاحداثيات بتاعة الروتيشن. تمام? باجي هنا عند الاولاني. عند التاني. واجي اروح ايل له. افاعل دي. عسان. اقدر اعمل وتشهل الكاميرا. اعملها شوية كده. بروح جاي. برضو اعمل شوية للبوض. بقدر الامكان. حسب. ما زيت الطيارة. اوكي. هل هو اين دلوقتي عملنا بلاي. اوكي. او انا جيت على الكاميرا. الوبجيكت. ممكن كمان تتحكم في زود او العدسة بتاعة الكاميرا من دي. او دي. اوكي. دي كان حاجة برضو. كان ااا كانت لازم اقولها. اعتقد اني فيه حركة هنا. هتبقى. هنا هطلعها فوق شوية عمل. هشيل ده خلص. insert key او باخد الكي ده. هتبصد تلاقي هنا الكي نزل على الاسي بي لاين. هنا. باخد دي كده. وبطلع الطيارة فوق شوية. او بطلع الكاميرا فوق شوية. insert key بتلاقي الابديت بتاع الاسي بلاين. ممكن اعمله بقى اوتو كي. بلاي. بختار الكاميرا. واجه على الفريم عقب اتناشر انزلها سنة صغيرة. هو في حاجة بسيطة قوي. طلع بسيطة قوي يعني. فدي هتبقى اه كاريفان للحركة. كده خلص اول. اه اول جزء في الشوت اتنين. طبعا حتة دي هي اللي انت شغال عليها. كل اللي فات ده او كل ده. ده يعني احنا اه مش تابع المساحة بتاعتك. فتلا لو جيت هنا كده. بص لاقيه. ولو عايز بقى اه تكبرها شوية بتيجي بالسكرول. وبتعمل كده. وبعدين قاعدة بالادات اللي زوم عليها. والبان. تيجي بالبوز والالت. اوكي? وتبقى حاجة عزي كده. نيجي بقى نخش على اسايف. ونيجي بقى نخش على مين? على تاني واحد. او تاني جزء. بقى جي بقى خط الاصلي. ولو كابي. هير. شطو مينس تو. ونبدأ بقى نشوف. اقترى معانا هتعمل ايه? لو انا شايف هنا هتلاقي البوزيشن بتاعك من بعيد قوي. اقترى بقى انا كده من بعيد. وهو مجموعه من اا يعني ادي ثانية. اتنين. تلاتة. اربعة. اربعة سواني بالزبط. عشان تعمل الانيميشن. قلنا قبل كده هنعمل البوز الاولاني والبوز التاني. طيب خلينا ناخد. الشط ده. هتبقى طيارة بالشكل ده. بتاعي تأكد من الانفيرومنت وره هتكون تقريبا في جبال او حف الجبل زي كده. حاجة امسك النل اوبجيكت. وابدأ ادور النل اوبجيكت بالشكل ده. تمام. هاخد الطيارة الوحدة. وابدأ اتحكم فيها. هاجي بقى عند ازاوية الرؤية بتاعتي اللي انا عايزها. ولا انا عايزة ازبط لسه شوية كمان الوبجيكت. هبعد. واجيب الطيارة في حتى انا عايزة. اتطرى نفسها هتيجي. تبقى كده. هتكون لو جيت اسمت الشاشة دي كلها كده. بالعرض. هنلاقي الخط هنا تقريبا. بطول الشاشة كده اسمها نصين يمين وشمال. فهي في النص الشمال قريب قوي من الحفة دي. فتقريبا هتبقى هنا كده. هتكون قدام. وما يلا شوية. هناخد كاميرا. تقريبا كده هناخد كاميرا بقى. اوكي. وبعدين. هنبدأ ناخد. اربع ثواني. animation. شيل دي خالص. هناخد اعمله turn on. شيل الكلام ده كله. هناخد من zero. نشوف الاول نتأكد من ال project settings. 24. 20. وهتكون بالفيت. اليونتس فيت. اوكي. هتبقى تقريبا. مش عارفة 24 في 4 كام. ستة وتسعين فريم. ستة وتسعين. وبكده ده المجال اللي انا اشتغل فيه اربع ثواني. هناخد الكاميرا. نقول له. insert key. هناخد ال rotation معي. position and rotation. insert. key. وباكي. الفيديو ده هيبقى فيه اتنين يعني. تقريبا للكاميرا. وتقريبا للطيارة نفسها. فخينا نشوف الطيارة. البلين نفسها. يبقى عليها insert key. نتأكد من وضع الكاميرا صحة ولاقة. نفسها. هتبقى اقرب من كده. نتكبر شوية الفيو بورد. نتلعوا الدعم شوية. نسخة. 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 ال أوتو. كي. وهنزل كي على سنة صغيرة اللفة دي لان عملتها. طبعا الروتيشن والبوزيشن. حسنا انا عايز اقرب شوية. اقربت شوية. لحيت ان الطيارة عايزها تتعدل. اللي فوق. اوكي. اوكي. انا. برضو عايزة عادلة شوية. ندى انحرك الطيارة. هنحرك الطيارة بس دلوقتي. بعد ما نخلص الطيارة ان شاء الله. هنبقى نخش على الكاميرا. طيب اجرب كده. اشوف الان تقريبا نفس الواضح. بس عايزة اللفة كمان. ولفة قدام مثلنا صغير. اوكي. نبدأ بعد حركة الطيارة. هنشوف الانيميشن بتاعها. لو انت ملاحز معايا هي بدأت. تاخد وضع النهائي. هنا. وبعدين بدأت تلف سنة صغيرة جدا جدا. من السنة البقية ني. اوكي. هناخد الوضع الاخير. وهو ده. بالنسبة للطيارة وبالنسبة للكاميرا. هنيجي عند اخر فريم. وهلف الطيارة. بالشك كده عشان يبقى معانا الموفي هيبقى عامد كده. هنيجي عند الكاميرا في الفريم الاخير. وهنبص للاقي هي الرابط من الطيارة. وبيت بالشك كده. شوي كمان. الطيارة نفسها. عايزة تزبط. وعايزة تروح كده. والفريم الاواني. عايزة برضو. تروح كده شوية. ما عندي كده. نشوف الحركة واحنا بعيد شوية. عن الطيارة. اوكي. هنيجي بقى نعمل يعني اول بوز وتاني واخر بوز احنا زبطناه هنبدأ نعمل رفاين للحركة. كاميرا والطيارة في الفيديو الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.